تقول ما حكم من أتى بتكبيرة في غير موضعها أخطأ خطأ كبيرا و من أهل العلم وهذا مذهب معروف يبطلون الصلاة فالذي مثلا يكبر الآن لما يضع رأسه في السجود يضع رأسه يقول الله أكبر قالوا بطلة صلاة هذا مذهب معروف من أهل العلم قالوا هذه لا تبطل بها الصلاة ولكن يكره خاصة الذين يذهبون إلى سنية التكبيرات الانتقالية و الذين يقولون بوجوب التكبيرات الانتقالية يقول أتى بها في غير موضعها و للأسف الشديد يحز في نفسه أن أغلى من يعني يقع في مثل هذه الأخطاء أئمة المساجد للأسف والله نصلي كثيرا خلف أئمة المساجد تجد لما يجي يركع بعدما يستقر راكعا يقول الله أكبر و هذا غلط التكبير يكون لما تتحرك من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر و بعض أئمة المساجد يرفع من الركوع و يعتدل ثم يقول سميع الله لمن حمد و هذا غلط التسميع يكون منذ بداية حركتك من الركوع كذلك التكبير إلى السجود تجد بعض الناس ما يقول الله أكبر إلا حينما يضع رأسه على في الأرض و هذا غلط بعض أئمة المساجد بعض المصلين يقول الله أكبر لكن تتمتها في وضع السجود هذا أهوى يعني تتمت التكبير يكون خاصة هؤلاء الذين يمطون التكبير يمطون و يمدون التكبير يعني هذا أهوى لكن يضع رأسه ثم يقول الله أكبر على خطر صلاته أنا حكيت الخلاف الآن و لم أختر يعني أحد القولين لكن من باب بيان خطورة الأمر فضاعة الأمر فيتنبه الإنسان لمثل هذا